مواصلة للجهود المبذولة من طرف وحدات المجموعة الإقليمية للطرق الوطني بتبسى تمكن أفراد فرقة أبحث للطرق الوطني بير العتر من إطاحة بشبكة إجرامية وحجس كمية جده معتبرة من المؤثيرات العقلية المستوردة عن طريق تهريب حيثية القضية تعود لورود معلومات إلى أفراد الفرقة مفادها وجود نشاط إجرامي لشبكة تقوم بتهريب الإجار غير شرعي بالمؤثيرات العقلية على الفور تم وضع خطة محكمة من خلال تعزيز تواجد الميداني لتطويق وغلق جامع المنافذ ممكن استغلالها من طرف المهربين ونتيجة لتجديد الخناء لجأ أفراد الشبكة إلى تفريغ الشحنة وتمويها بأحد الغابات المعزولة ذات المسالك الوعرة بعد تنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد مكان إخفاء الشحنة على إثر ذلك تم تمشيط المنطقة وحجز المؤثيرات العقلية وتوقيف أحد أفراد الشبكة أصوارت العملية عن حدث 140.700 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 مليغراء بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيه